السؤال الأول في هذه الحلقة يقول أو تقول السائلة زوجي بعد أكثر من عشرين سنة مرت على زواجنا قال لي إنه لم يعد يؤمن بأن محمد رسول الله علما بأنه من البداية لم يكن ممارسا لشعائر الإسلام لم يولد على الإسلام لكنه اعتنق الإسلام لاحقا وكان في بداية التحاقه يصوم أحيانا بغير صلاة ولا قراءة قرآن وانتهى به الحال إلى التصريح بإنكاره نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم تقول السائلة استفتيت أهل العلم فقال لي بعضهم زواجنا باطل لأنه لم يعد مسلما واستفتيت آخرين فقالوا ما دام مقرا بالتوحيد فلا يزال مؤمنة إلا أصله التوحيد وزواجكم صحيح فما هو رأيكم في هذه القضية بارك الله فيكم الجواب عن هذه المسألة يا أمة الله واسمعي وعي جيدا لسنا أمام قضية اجتهادية تتنازعها آراء المجتهدين وتختلف فيها أنظارهم فيشرق فيها هذا ويغرب فيها ذاك إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر بالإيمان وردة على الإسلام بإجماع الأولين والآخرين من المسلمين والقول بأنه يكفي الإقرار بالتوحيد مع التجذيب بالرسالة لحصول الإيمان وتحقيق النجاة في الآخرة قول باطل بلا نزاع لا أعرفه سطر في ديوان من دواوين أهل الإسلام من قبل إن الله جل جلاله شاهد بالرسالة لنبيه في مواضع لا تحصى من كتابه الكريم كما في قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وكما في قوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكما في قوله تعالى محمد رسول الله وكما في قوله تعالى في تحدي عجيب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب نعم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بل إن الله جل جلاله أقسم بالقرآن الكريم على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقال جل من قائل يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم فأقسم الله جل جلاله بالقرآن الحكيم على رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق هذا في خصوص هذه النازلة يعني أنه يلزم السائلة أن تمتنع من فراش هذا المارق فلا يخلص إليها فإنه لا يحل لها ولا تحل له ثم يكون الزواج موقوفا في مدة العدة فإن تاب وراجع الإسلام فهما على نكاحهما وإن أصر على كفره وردته إن فسخ النكاح شرعا وبقي لها أن تسعى في استكمال الإجراءات القانونية للفسخ لتتزوج بمن تشاء أيضا لها أن تنتظر فيئه وإن طال المدى إن كانت ترجو أن يثوب إلى رشده يوما ما وأن يعود إلى صوابه فإن لها أن تنتظره مهما طال المدى لكن على أنه رجل أجنبي لا يحل لها ولا تحل له فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم فلا يخلو بها ولا يرى عورتها ولا يباشرها إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعونا فإن أسلم يوما من الدهر جدد عقد الزواج إن شاء وعاد كل منهما حلا للآخر والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر